السادسة صباحا بتوقيت القاهرة أهلا بكم إلى مجز لأهم الأنباء من القاهرة عاصمة الخبر أفدت مراسلة القاهرة الإغبارية في غزة بأن القطاع يشهد هدوءا حذرا وتحليقا منخفضا لطائرات حربية إسرائيلية في مختلف المحافظات يأتي هذا بعد عدة غارات شنتها كوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه مواقع تابعة للمكاومة الفلسطينية وأقال الجيش الإسرائيلي إن المواقع التي تم استهدافها هي نفق في جنوب قطاع غزة بالإضافة إلى ورشة حدادة في منطقة خان يونس وأشرت مراسلة القاهرة الإغبارية إلى أن الغارات الإسرائيلية جاءت ردا على إطلاق صاروخ من قطاع غزة مضيفة أن صافرات الإنذار دوت فجر الأحد بمستوطنات جنوب القطاع قال الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينسكي إن أول سفينة محملة بالقمح الأوكراني في طريقها إلى إثيوبيا وصلت إلى ميناء بيجيبوتي المجاورة لها كانت أوكرانيا والدول الحليفة أطلقت مبادرة لتصدير 150 مليون دولار من الحبوب إلى إثيوبيا والسودان وجنوب السودان والصومال والكونغو وكينيا واليمن وذلك في إطار حملة لإرسال الغذاء إلى الدول الأكثر عرضة للمجاعة والجفاف أعلنت المفوضية الأوروبية أن جميع حكومات الاتحاد الأوروبي أكملت الموافقة الخطية على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا بسعر 60 دولارا للبرميل وسينشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ويدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر الجاري ولن يسمح لشركات شحن في الاتحاد بنقل الخام الروسي إلا إذا كان مباعا بالسعر الأقصى كما ستتم مراجعة هذا الحد كل شهرين بدءا من منتصف يناير لإبقائه أقل من سعر السوق بنسبة 5% يهدف القرار إلى الحد من مكاسب روسيا التي تستخدمها في تمويل العملية العسكرية بأوكرانيا قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن توسع حلف شمال الأطلسي هو نتيجة للحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا وليس سببا لها واعتبر أوستن أن ما وصفها بتموحات بوتين جعلت أوروبا تواجه أسوأ أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية كما اتهم وزير الدفاع الأمريكي روسيا بارتكاب ما وصفها بأعمال وحشية متعمدة وباستهداف المدنيين قالت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز إن الرئيس الصيني شي جيم بينغ غير مستعد لقبول اللقاحات من الغرب على الرغم من التحديات التي تواجه بلاده مع كوفيد-19 وأشرت هاينز في كلمة بمنتدارجنا السنوي للدفاع الوطني في كاليفورنيا أشارت إلى أن الاحتجاجات الخاصة بكوفيد-19 لا تمثل تهديدا للاستقرار في هذه اللحظة أو تغيير للنظام مضيفة أن الكيفية التي ستتطور معها الأمور ستكون مهمة لمكانة الرئيس الصيني نهاية الموجزة شكرا لكم وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرانيوز دوت نت كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعية المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستجرام ويوتيوب ويمكنكم متابعة القاهرة الإغبارية على تردد 11747 أرأسي هنا القاهرة عاصمة الخبر إلى اللقاء اشتركوا في القناة